احنا كلنا عارفين ان في حالات ما بيجيش وزارة الصحة بيبقى حالة بسيطة بيروح للدكتور في عيادته الخاصة فبيقوله انت اشتباه كورونا اعود عزل منزلي للأسف ان الحالات ديت اللي مش متسجلة عندنا ودي نتيجة انها ما جاتش اساسا وده في العالم كله احنا امريكا بتقول انها بتسجل او فرنسا بتقول انها بتسجل او اللي بيجي لها حالة من دمنا من كل عشر حالات يعني عشر الحالات بس اللي بيتسجل في كل دول العالم امريكا بتقول من ستة لاربعة وعشرين ضعف اللي مكتوب الارض فيها من ستة لاربعة وعشرين ضعف ده العالم كله بيقول كده وده في الوبائيات كلها كده احنا قلنا احنا عايزين نوصل للناس دي فعملنا مبادرة تحت مبادرة مئة مليون صح المبادرة دي لمتابعة حالات العزل المنزلي هتتوزع على الوحدات الصحية اللي في الاحياء وفي القرى وفي النجوع عندنا خمس سلاف وربعمائة واحدة صحية اللي شغالين مبادرات مئة مليون صحة مبادرات رئيس الجمهورية كلها الشباب دول بالتبات بحاجة اسمها بالس اوكزيمتر ده اللي بيقسنس بالتشبع الاكسوجين بترمومتر حيعدوا في الحي على كل البيوت اللي فيها مواطن عنده كورونا بس حالة بسيطة وفي عزل منزلي احنا كنا بنتابع العزل منزلي تليفونيا ولو في حالة بتحتاج اي تدخل بناخدها وبنوديها المستشفى لكن قلنا لقي صح ان احنا ايه حننزل لهم بنفسنا الشباب حيبوا لابسين فيستات مئة مليون صحة معاهم كل المطهرات لابسين الوقاية ومعاهم البالس اوكزيمتر والترمومتر وبيتابعوا الحالات البسيطة طب في حالات كبار سن او عندهم امراض مزمنة وهو بسيط بس انا مش متطمنة قوي ان هو يتنى كده في البيت ممكن في اي لحظة يتعب ده هنديله البالس اوكزيمتر في البيت هنسلمهولو الوحدة الصحية اللي في النطاق الحي اللي عايش فيه او القرية اللي عايش فيها هتسلمه البالس اوكزيمتر ده هتطلب منه اربع ارايات يومية هتتسجل على التاب الشباب اللي في الوحدة الصحية هيكلموه الاراية الساعة كذا كامل اي اراية هيتب اقل من رقم معين هنقول له سي مسلا لو تشبعوا الاكسوجين في الدم وصل لأقل من تساين كلمنا او روح مستشفى كذا بحيس ان انا مش عايزة الحالات اللي في العزل المنزلي حتى لو ما كانتش جات لنا في الاول واحنا ما نعرفش عنها حاجة وهو قرر ان هو لا انا مش هروح مستشفى وانا حقا في بيتنا ان هو برضو ابقى متأكدا ان هو ما يجيليش وهو حالات تعبانة قوي لان احنا لاحظنا ان الناس بتيجي او مش اقل من خمسين سنتين في المية من الوفيات بتحصل بعد وصلها المستشفى باربعة وشرين ساعة لانها بتيجي يعني في شكل حد جدا وبتتدور بسرعة جدا في البيت فاحنا كبار السن واللي عندهم امراض مزمنة ومعايير معينة حنسلموا البالس اوكزيمتر ده حيرجعوا بعد ما يتعافى للوحدة الصحية اللي هو في نطاق الحي وحنعمل السيستم ده او السيستم ده خلاص عملناه حنبدأ ننزل به من يوم الاربع تدريجيا في اكتر اماكن فيها اصابات الخرايط كلها عندنا بالاحياء بالقرى اللي فيها زيادة في الاصابات خلال اسبوعين هنكون مغطين 100% من كل نقطة وكل بقعة في مصر كلها